تلت نصايح لكل شاب في بداية طريق الالتزام والاستقامة بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو جديد ازاي اثبت بقى على الالتزام والاستقامة تلت حاجات اول حاجة الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اول ما تعتمت على نفسك وتحس كده لانت عديت بقى ومحدش قدك حطقا لازم دايما دعاء اللي ربنا يثبتك لانت في زمن فتن وابتلاءات الدعاء ده يعني نعمة عظيمة جدا انا اضمن لك بازن الله لو انت دعيت ربنا كل يوم بالثبات هتكون لنا ثابتي اتنين ودي مهمة جدا جدا مصاحبة الصالحين صعب جدا جدا تغير من نفسك وانت مع الرفقة السيئة الرفقة السيئة دي مش لازم يكون بقى مدمنين وبتشوفهم في تلفزيون من شكل معايا لا ممكن يكون راجل شيك وزريف بس يغافل عن الله وقت الصالح بيصليش وقت يعني يهزر في حاجات محرمة هو ده مخفيف وراجل طيب وفي حال بس ده عاصي عند ربنا الصالحين اللي هم بيحافظوا على الصلوات اللي هم بيحافظوا على الطاعات اللي هم بيتركوا المعاصي دور على دول لازم ندور عليهم هم دول يعني فعلا حبل النجاة بالنسبالك انما طول مهما كنت انت راجل بتقيم الليل هتشوف صحبة سيئة هتحن ليهم وهتحب تعمل زيهم لازم تبعد عنهم ربنا قال واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعاشي خليك مع الناس اللي بتدعى ربنا للنهار دول يريدون وجههم ولا تعدوا عينك عنهم وما تسيبهمش شوف ربنا قال واصبر لنه ممكن يكون الشاب الملتزم الصالح ده دم ومش خفيف قوي زي ناس العاصية ممكن يكون مش على هواك قوي لكن هما دول هيكونوا سبب في نجاتك فلازم تتمسك بهم تالت حاجة القرآن القرآن يا جماعة ده وردك ايها الشاب اللي انت في البداية التلتزام ما تضيعوش ابدا ليه لانه قريب يفكرك بحقاقة الاشياء يعني انت لما ترى انه ما يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وما يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا اه لا انا اثبت انا تعبان شوية بس لا يا خبر الاية عظيمة لما تلاقي الناس بتعود دنيا والعربيات ومش عارف فيه في المعاصي وانت ممكن تحن فتلاقي وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثوابوا الله خيروا لمن امنوا وعملوا صالحا لما تلاقي اللي انت يعني فما وعدناه وعدا حسنا مش الحياة هنا الحياة في الاخرة كمان ما اتعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القامة من المحضرين معاني على طول كل مرة بتذكر نفسك لان اح محافظة على وردك لما لما بتسيب القرآن يومين تلاتة بتلاقي نفسك المعاني دي بتخفت في قلبك فبتقع دعاء وصاحبة الصالحين الورد القرآني اليومي من عوامل الثبات وانت في بداية طريق الالتزام والاستقام دعم الفيديو بشير ولايكم من شراك في القناة شوف كل مرة الجاية والسلام عليكم